إينا نطلق رسمياً على الدكتور سامير جعجع لقب أبو قطفي لأنه عن جد ملك القطف ملك التشحيل بكل الموسم زلمي مزوئ ما بينقق إلا من وجه السحارة ما في قطفي بيعملها تجي من عبث كل ما يتزعزع مخزون الشعبية بيعمل له قطفي الجنرال طالع طلعته عنده أكبر شعبية مسيحية ما إلك إلا أبو قطفي بيضرب قفص عصافير بحجر واحد بيجيب عون بيوصلوا على الرئاسة وتاني يوم بيشوهروا صورته اللي يصير أقوى مسيحي في لبنان لك إنتي مني جاي بس كاكلو هارنين السورة ماشي حالة وفي خطر على شعبيتي لأنه كان جزء من السلطة ما قلكن إلا أبو قطفي لأ من كل شيء همه أنه يوصل ويوسع مطرح لحاله هو مش همه أنه يشوف وين في منيح تيبني عليه تيبني هوية لنقدر نخلص البلد ببعت الشباب على المظاهرات يسبوا الحزاب ومنخلي السورة ضد إيران لا ينقص من الرأي العام لك إنتي مني جاي بس كاكلو هارنين وبس تفرط السورة بصير أنا المعارض الأقوى ما في طبخة تنطبيخ إلا لازم يكون إلي إصبع فيها الحزب عم بيحارب القاضي بطار بطرق سلمية وما بده ينجر لفتنة ما إلك إلا أبو قطفي من ما أخد أمي بيصير عمي ماشي لنا هيك واحد زعزعة يا لله وهيك بصير أنا المدافع الأول عن القضاء بلبنان لك إنتي مني جاي بس كاكلو هارنين وهلأ الدكتور المعارض سمير جعجع لمح أنه ممكن يتحالف مع المستقبل والاشتراكة بالانتخابات لك يا حكيم إذا وصلت الجنرال على الرئاسة ووضعك رواء مع الاشتراكة ورح تتحالف مع المستقبل بالانتخابات فيك تفهمنا أنت معارضة بوجه مين حزب العمال الكردستاني مثلا نعم هو الحين لأننا عندي طرح إجابات وإذا بنظرك حزب الله هو اللي خرب البلد من 40 سنة لليوم الباقيين شو كانوا عم يرمموا قلعة صيدة بهيدا الوقت ما حدا نصحك تجدد شوي هالخطط الاستراتيجية أو تغير هالتكنيك اللي مش كلي شيء أبدا ونلعى تزعز عن موقفي ونلعى نقايد على وطني إنه لما تهاجم السلطة من 3 سنين وعا شوية رح تصير سامير جيفارة وتاني يوم تجي تتحالف مع تيار المستقبل عمود السلطة بلبنان شو رح تقولها جمهورك ساري ذا كنت مركز ما كنت مركز سوري جرب حظك مرة أخرى فجأتكن مو فاجأناكم أنا خيفيني بكرة نعلق بأزمة فراغ رئاسة جديد وتقوم حضرتك اترشح جبران بسيل وتجيبه رئيس بشي تسوي العطرة مش عاليك ساعتا العطرة على زين العمر من وين بدو يلاقي كلمات لقوا عخيك بارت 2 مشكلتك يا حكيم الأساسية مش خياراتك السياسية حر انت حر تكون مع مين ما بدك ضد مين ما بدك بس عالقليلة كمل معركتك للآخر إذا ربحت منبارك لك وإذا خسرت منقلك هارد لك بس مش كل كم سنة تفتح لنا معركة وقبل ما تخلصها تروح عا وحدة تانية قل لي دولة الرئيس ألا تشعروا بالإحراج وأنت تجتمع في البرلمان أنا عندي ضعف تجاه الرئيس بري كمل لك شغلي للآخر يا حكيم نحنا بدنا والله كرمالك نحنا حبيناك شي مرة تدوق طعم الانتصار تجرب شو يعني فوز لو حتى على البلاي ستيشن مهم مهم تربح بشي يعني هلأ نحنا إذا حدا من برات لبنان سألنا أنه الحكيم مع مين عنشد ما بنعرف شو نرد هو كان ضد الجنرال بس جابه رئيس بس هلأ هو ضده تبني القوات اللبنانية لترشيح لعماد ميشيل عون نرفض الرئيس الضعيف كما نرفض الرئيس القوي بتغليب مصالحه هو ضد طيار المستقبل بس عم بقولوا رح يتحالف معهم بالانتخابات يعني لو بتاخد خياراتك السياسية بحسب حركة النجوم والكواكب ما بيصير معك هاي عنا معاكسة فلكية يعني مفاجآت كبيرة وبالنهاية المشكل مش إنك عم تنقل البرودي من كتف لكتف المشكل إنه البرودي بحد زيتها شكله بلاستيك عشنا وشفنا جبران بسيل عم بينتقت حزب الله لأنه معطل عمل الحكومة مش مصدقين؟ طيب هو وعمه عفر تصريح واحد نحن لا نوافق حزب الله في تعطيل جلسات مجلس الوزراء بسبب المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القادي طارق البطار بالفعل فكرة جديدة صراحة وبتستحق التنويه لأنه تعطيل عمل غير مقبول ونتيجته شل عمل الدولة والمؤسسات لما بدي نقق مصلحتكم على علاقة الشخصية مع سياسة ما بدي نقق مصلحتكم بس إنه يكون صاحب الفكرة جبران بالذات قصة فيها إنه أو غريبة شوي أو على الأقل بده تدقيق جنائي أو غيره مش مهم جبران شخصيا ضد التعطيل شو عاد ما بدا ما عم بفهم من وين لوين ضد التعطيل من هو وصغير وما معنى خبر غريب أولكن هو بيكره التعطيل من قيام المدرسة بس نحنا كنا فهمانين وغلط يخرب بيتنا شو كان عنا قصر النظر وفهم أكيد نبيل دوفريج أخر تشكيل الحكومة سنة 2009 تسع شهور تيعمل وزير مش جبران بسير بحقيقة مش عم تيجيني حشرتيني بهالسؤال توني زهرة كان بده وزارة الطاقة مش جبران جبران اتقي الله والجنرال أهوجي اللي قال كرميل عيون صهر الجنرال ما تتألف حكومة مش الجنرال عون أبدا صباح الخير يا عمو عم الدباب ومش بسيلوا عون وقفوا حزب الله ع حاجز بعبدة تيعطل الانتخابات الرئاسية سنتين ونص كرميل عيون الجنرال تيعمل رئيس أبدا هيدا كله فترة وتجني وغل وحقد بحياته جبران ما عاملها ولا بيعملها ضد عقله شو مكانت أسبابه وشو مكان التمن وليك بيزعزع بدنه بس بده يسمع بالتعطيل بلا سيرتو بلا سيرتو يا جماعة سمعوا مني بلا سيرتو وقوه عيكون فكركم رحلة بعيد انه عم بيقول هيك تاي سير الامريكان ويرفعوا عنه العقوبات او تاي فتحوا له الطريق على القصر الامريكان ما بيتأمع عنهم رعستلونا بنص الطريق وبتعمل فزعين انتو المشاهدين ما بتصدقوا شو ما بقلكون بكرة رأبوا جاير استحقاء الرئاسة بعد كم شهر وبتشوفوا جبران شو رح يعمل بيطلع فخامته من القصر من هون هلا ما بنعرف از رح يطلع بس خلينا نفترد بيطلع فخامته من هون ومننتخب رئيس من هون وإياكن ثم إياكن يخطر ببالكن انه ممكن جبران يرجع على اسطوانة انا او لا احد او يشيل تفاهم معراب من تحت سابعة ارض ويتفق وسامير جعجع ضد سليمانة فرنجية او جوزاف عون او يما كان ابدا جبران ما بيعملها بتشارطو ترجمة نانسي قنقر